أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تقديم كافة التسيرات لدوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجتهم وإنشاء صندوق لرعايتهم وإنشاء مركز تخاطب وعلاج طبيعي بالشيخ زويد وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة وقام محافظ شمال سيناء بتوزيع 25 كرسيا متحركا على دوي الاحتياجات الخاصة كما ترأس المحافظ اجتماع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة حيث واجه بسرعة تحقيق مطالب دوي الاحتياجات الخاصة وتأسير الخدمات المقدمة لهم بالإضافة لسرعة تفعيل مكاتب خدمة دوي الاحتياجات الخاصة بجميع المدريات والمصالح الخدمية لتأسير الخدمات المقدمة لهم ترجمة نانسي قنقر